لأنه مسيس الاتحاد الأوروبي ينتقد النظام القضائي في النمسا ومعانا برضو خبر كان تعقيب من وزيرة العدل بعد الموضوع متعلق وزيرة العدل تؤكد على ضرورة تنفيذ إصلاحات لإدخال مكتب النائب العام في النمسا كان فيه اعتراض بالاتحاد الأوروبي أن هناك تدخل من السياسيين والضغط وخاصة اللي كان بطل المشكلة دي حزب الشعب اللي أثبتت التحقيقات مع بنتشك أنه كان فيه ضغط عليه من حزب الشعب عشان موضوع القرير والتدخل المباشر في أعمال النائب العام أو وزارة العدل والذي أدى بعد التحقيقات أن وزيرة العدل قالت أنه يجب أن يكون هناك عدم التدخل بأي شكل ويكون هناك استقلال تام للقضاء بعيدا عن السياسة لا تتخيل أستاذ ممضوع كم أنا أتألم فعلا أو مستعي عندما أتعامل مع خبر من هذا النوع لماذا النمسا ولماذا الاتحاد الأوروبي ينتقد النظام القضائي في النمسا وكما قالت السيدة المزادتش وزيرة العدل أن القضاء النمساوي هنا ذو طبقتين طبقة الدون المجتمع والأشخاص الموجودين في المجتمع وطبقة أساسة يتعاملون بمعيار وهؤلاء بمعيار آخر أو ما يقال سياسة الكيل بميكيالين تدخلات في التعيينات فبالتالي بصراحة تقرير الصادر بشأن سياسة القانون في اتحاد أوروبي انتقدت بفوضية التدخلات السياسية في التعيينات والمناصب القضائية في النمسا أشارت لأن النمسا لم تحرص تقدمت في إشراق القضاء في تعيين رؤساء محاكم الإدارة ولم تحرص تقدما في إصلاح مكتب الادعاء الفيدرالي كما لم يتم تحسين قواعد الشفافية للنواب أو رقابة اللوبيات ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن القضاء النمساوي لا يوثق به وأي قضية إن كانت مع سياسي أو مع الشرطة أو مع أي شخصية اعتبارية خاسرة أو بأحسن الحالات لن تأخذ حقك ونادرا ما يحصل ذلك والعديد من الكيانات والعديد من الكيانات السياسية أو المحسوبة على الدولة العميقة في النمسا أو غيرها بصراحة إذا لك حق معها فيضيع ونحن ناقشنا العديد من القضايا وناقشنا العديد من المشاكل أستاذ ممدوح في نشراتنا بغض النظر هذا لا يعني أن أشرعي يعني مش مجلس الشعب حتى لو حزب غير حزب الشعب بيعملوا كده هم بيعملوا تغيير دايما في القيادات يا سيد الكريم عندما يكون القضاء مستقل وبعيد عن التسييس يكون عادل على جميع وكافة أفراد المجتمع وعندما يكون مسيس ورئيس المحكمة هذا من طرف الحزب الفلاني والرئيس المحكمة الثاني من طرف الحزب العلتاني أو تم شراءه أو تم كذا طبعا سيحكم بطريقة غبية من تم اغتياله رئيس المحكمة الفساد سابقا بالنتشيك بالضبط يقال أنا أقول أنه أغتيل أنا عني أقول أنه أغتيل هو يقال أنه تعرض لحادث السيارة لأنه كان مخمورا وتوفي فورا في النمسا السفلة قبل أشهر ولكن هذا اغتيال سياسي والبيانات والتحقيقات التي كشفتها تحليل هاتفه وجهاز الكمبيوتر تبين أن حزب الشعب معلت ضغوطا ضده ضده من أجل من أجل إيقاف القضايا ضد شخصيات في حزب الشعب فبصراحة شيء مؤسف وقضاء النمساوي يتراجع يوم بعد يوم ويأخذ منحة مخجل السازن دوح ومنحة محرج لا ينبغي للنمسا أن تكون بهذا الموقع طبعا في حالة استقلال القضاء وخاصة نيابة العامة ده بيكون طبعا وسيلة لتحقيق العدالة النجزة والعدالة بشكل عام على جميع ال